المنتخب تم تجهيز المعسكر بتاعه من أكثر من شهر دلوقتي من الرجل وصل هل أفعل كل الملاعب شاف كل الفنادق شاف كل المبريات عارف التفاصيل بتاعت الأمور كلها الخاصة بالمنتخب قلتني أختار المكان دواتي يبقى المعسكر بتاعه خاصة أن الفترة ديت عادي يمين فيها كل حاجة عادي يشوف اللعيبة الجديدة عادي يشوف اللعيبة المحترفة المحليين لغاية ما يفصلوا اللعيبة المحترفة اللي هم بلعبوا في الخارج فعايزي أرى من اللعيبة جدا يمكننا فاهم من المدرين الفنيين بتوقع الأندية كلها سلبيات وإجابات كل لعب الرجل بيسمع كويس جدا فبالتالي هو بيعمل منتخب يعتبر للمستقبل أربع سنوات الرجل قاعد معنا يمكن أول مرة برضو يتعامل عقد المدير فني أربع سنوات سواء المجلس ده موجود أو المجلس اللي جاي بعد كده يبقى هو عقده ميشيف بيعمل تيم من جديد مركز جدا مع أول منتخب 2003 عجبوا لعب كتير جدا في المنتخب 2003 المنتخب الإلومبي نفس الوضع تنسيب كامل من المنتخب الوطن الأول ومنتخب الإلومبي الاثنين عينهم على المنتخب 2003 فنتمنى إن شاء الله أن في الآخر نقدر نوصل للمنتخب قوي ونقدر الرجل فرصته أنه يعمل التوليفة ديت طبعا ما يقدرش يتخلى عمل الخبرات الخبرات طبعا واللعب الكبار بتوعنا اللي عندهم خبرة لهم دور كبير جدا في نجاح الراجل إنه يقدر يعمل التوليفة ديت يقفوا مع المجموعة الجديدة والمجموعة الشابة اللي هو الراجل شابهم في الدوري أو في 2003 في البطولة العربية إنه في الآخر يقدر نطلع تيم كويس جدا يمكن أن المنتخب الإلومبي بردو الرجل اللعب في اللومبيات واخد مداليا ذهب قبل كده الرجل بردو مهتم مع أخذ سبع لعيبة في المعسكر الفات من مواليد 2003 إنما حيجي بفترة طبعا مش يقدر يقدر اللعيب أدويات لأن 2003 عندهم بطولة أفريكا تصيات في شهر اثنين في مصر هنا يوجد تنسيق كامل بين المديرين الفنيين وده أهم حاجة ويمكن بردو بوجودهم في مقرر إقامة واحد مدير الفني منتخب الأول واللي اللومبي بيديهم فرصة كبيرة إنه هم على طول يعوضوا مع بعض و بينصقوا اللعيبة مع بعض يبدأ من المهاردة إن شاء الله حتى يوم 27 بنهاية المباراة الثانية المباراة الثانية المباراة 23-27 إنتخب اللومبي نفس الوعدة واخد نفس الفترة الزمنية والألف وثلاثة بردو يجي يوم 15 لغاية يوم 27 كل واحد عمل مباراتين مباراة ودية عشان يشوف كل المجموعة ويحط المباراة الرباقة والتلاطيش الأخيرة قبل المباراة الرسمية يمكن فيه شهر 11 مباراة قوية مع بلجيكا وفيه مباراة للمنتخب اللي هم بي مع الكويت في اسكندرية هنا يوم 25 في استاد الحرس فكل المنتخبات اللي على قدم مساكل نعتبر إن الشهر ده شهر المنتخبات لإنهي فرصة إنه هم يجمعوا كل الأمور دي لأنه بعد كده هنخش بقى في الارتباطات والدوري والأجندة الرسمية فمش يبقى عندهم الوقت اللي موجود حالياً كل الأمور اللي يطلبها المنتخبت فن الأول هو كان حابب من أول مجاة إنه هو يشوف كل حاجة بعينيه ويسمع بودنه هو مش عايز حد ولا يحد يوجهه ولا عايز حد يقوله ولا حد يرشح له حد هو عايز كل الأمور يبقى هو شايفة بنفسه على الطبيعة وده اللي خلاه إنه هو يعد على كل الأندية ويقعد مع المديرين فنيين كان يسمع كويس جداً لكل مدير فني اللي ينادي فبالتالي جمع في الآخر صورة كاملة للناس كلها هو معاه جهاز كامل الحقيقة وكان حابب إنه ما فيه حد شاب مقتهد عايز يتعلم يبقى معاه في الجهاز إنه ما هو معاه جهاز المتكامل اللي هو بيعتمد عليه بقى لوقتها من 15 سنة اشتركوا في القناة